اشتركوا في القناة ينتقل إلى برج الدلو هو الآن موجود في منزلة سعد الذابح وهي منزل إلى العلاج والفراق والخلاص أو الحرية ورح يظل القمر موجود في هاي المنزل لغاية الساعة 34.37 دقيقة من مساء اليوم الجمعة عشرين واحد لينتقل القمر بعدها لمنزلة سعد بلع وهي منزل إلى العلاج والفراق وإتلاف الأموال والحرية ورح يظل القمر موجود في هاي المنزل لغاية الساعة 12.47 دقيقة من ظهر اليوم السبت واحد وعشرين واحد لينتقل بعدها لمنزلة سعد السعود وهي منزلة لتوطيد العلاقات والحرية والربح والتفريق طبعا القمر الآن موجود في برج الجدي معناته منظل على طبيعتنا الجدي منحاول إنجاز عمل متراكم نجد أن الأمور ما بتصير معنا بسهولة ممكن تسيطر علينا روح التشاؤم أو على البعض منها علينا الإجتهاد أكثر بوسعنا شروع بعمل جديد أو شراء تحفي أثرية أو البدء بحمية أو مراجعة شركات التأمين بالنسبة للزوايا الفلكية طبعا أول زاوية هي زاوية تزديس إيجابية بين الشمس وبين المشتري وتأثيراتها مستمرة لغاية يوم 29 واحد هاي الزاوية بتدفع بحضوضنا بصورة عامة وبتقوي إرادتنا وتمنحنا الثقة بالنفس والتسامح والميل لحسن التصرف وهذا الاتصال بجلبنا الحظ والنجاح وإمكانية أنه يكون لنا دور اجتماعي مهم بحققنا برضو يعني إيجابيات في حياتنا المهنية والمادية اللي ممكن يكون فيه هيك ترابط بعلاقات مهنية نافعة أما بالنسبة للزاوية التي تليها هي زاوية اقتران سلبية بين الزهرة وبين زحل وهذه الزاوية تأثيراتها ليوم 25 واحد طبعا تأثيراتها سلبية جدا بتنقطع العلاقات العاطفية الضعيفة إلى غير رجعة وبتزيد من غيرتنا وحبنا للتملك والميل للاكتئاب والنزاعات مع محيطنا أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية اقتران سلبية بين الشمس وبين بلوتو وهاي طبعا تأثيراتها لغاية يوم 22 واحد بتور أعمال عنف ومواجهات إلها علاقة بالنيران والمعادن وبرضو بتعزز التسلط عند البعض وبحاول فرض سيطرتهم على الآخرين بالدل على وجود مؤامرات ضد حكومة ما سواء داخلية أو خارجية وقيام الحكومة بالتعبية ضد بعض الجماعات الإرهابية اللي بتحاول زعزعة الأمن والاستقرار هناك احتمال وقوع حوادث كالحرائق والظواهر الطبيعية كالزلازل والبراكين والتعرية والأمور المناخية أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تزديس إيجابية بين القمر وبين نبتون وهاي رح تكون ذروتها الساعة ثمانية صباحا بتوقيت جرينيج يعني تأثيراتها من منتصف الليل ولغاية ساعات العصر بتعزز الخيال الخصب وبيقوى الحدس وعليه فإنه أكثر المستفيدين هم اللي بيعملوا بمجالات ذات صلة بذلك كالفن والديكور والتجميل أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية اقتران إيجابية بين القمر وبين بلوتو وهاي رح تكون ذروتها الساعة ثلاثة وواحد وخمسين دقيقة عصرا بتوقيت جرينيج يعني تأثيراتها من ساعات الصباح لغاية ساعات المساء بتعزز قدرتنا على السيطرة على مشاعرنا وأفكارنا ونتمكن من الغوص عميقا في نفوسنا وإحداث التغييرات المطلوبة بعد هاي الزاوية مباشرة بيبدأ عنا خلو المسار خلو المسار رح يبدأ الساعة ثلاثة وواحد وخمسين دقيقة عصرا بتوقيت جرينيج ورح يستمر حتى تمام الساعة ستة وثمانية وعشرين دقيقة مساءا بتوقيت جرينيج اللي يستقر القمر بعدها في برج الدلو هذا بيعني أن الفترة المذكورة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو خطوبة أو زواج أو شراء شيء ثمين بل إكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار الساعة ستة وثمانية وعشرين دقيقة مساءا بتوقيت جرينيج القمر خلاص بنتقل وبصير في برج الدلو عشان هيك من ساعات المساء نشعر أن بحاجة ماسة للتغيير فالروتين هو عدو هاي الوضعية منكون ودودين أكثر ومننشط اجتماعيا ومنرغب بالانضمام لنادي أو مجموعة من الرفاق وتجربة أسلوب جديد في حياتنا بيتصرف الناس من حولنا عادة بشكل منطقي أكثر من إنه عاطفي بوسعنا تعزيز صداقة جديدة وإدخال تغيير على مظهرنا الشخصي كخصة الشعر مثلا أو شراء أجهزة إلكترونية أو تجربة طعام جديد أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي بعد الانتقال زاوية اقتران إيجابية بين القمر والشمس ومعنى اقتران بين القمر والشمس يعني ولادة الهلال وهاي رح تكون الساعة 8 و 52 دقيقة مساء بتوقيت جرينج امنولي مزيد من الاهتمام لصحتنا ومنتلقى المساندة والدعم من الأصدقاء ومنتجه لتغليب العقل ومنسبح أكثر قدرة على السيطرة على مشاعرنا بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية خلال هذا اليوم الركبتين والمفاصل العمود الفقري عضلات العمود الفقري والرضفة والعظام والأسنان والأوتار والأربطة والجلد والشعر والطحال وجهاز التوازن أما في ساعات المساء بتصير عنا بطة الساق والكاحل والساق وتر العرقوب عضلات الساعد وهرمونات الغد الدرقية بالنسبة لهذا اليوم يوصى بإجراء العمليات الجراحية دون الأعضاء اللي ذكرناها وما زالت الأجواء طبعا حتى لو في ساعة المساء المتأخرة فما بنصح أنا بعمليات التجميل مثل الحقن والجراحة إلا بعد انتقال القمر للدلو طبعا ما زالت الفترة لا تصلح لإزالة الشعر الزائد ولا تصلح لقص الشعر التجميلي والصبغ ولا تصلح للقص العلاجي إلا بعد انتقال القمر للدلو أما بالنسبة للقمر بما أنه رح يكون موجود في برج الدلو خلو المسار القادم رح يكون يوم الاثنين ثلاث وعشرين واحد بيبدأ خلو المسار في تمام الساعة عشرة وتسعتاشر دقيقة صباحا وبيستمر حتى تمام الساعة خمسة وخمسة وثلاثين دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش لا يستقر القمر بعدها في برج الحوت أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر القمر الجديد أو القمر الهلال الجديد عمره ثمانية وعشرين يوم في تمام الساعة أربعة وثلاث وعشرين دقيقة صباحا بصير تسعة وعشرين يوم نسبة الإضاءة صفر بالمية أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الدلو حتى يوم ثمنتاش اثنين سعيد الآن بنسبة ستين في المية في ساعات الصباح بصير سعيد بنسبة مية في المية القمر في الجديد بده ينتقل للدلو رح يضل في الدلو لغاية ثلاث وعشرين واحد سعيد الآن بنسبة مية في المية ساعات منتصف الليل بصير سعيد بنسبة ستين في المية ساعات الصباح بصير سعيد بنسبة 30% ساعات العصر بصير سعيد بنسبة 45% في ساعات المساء بصير سعيد بنسبة 60% عطارد في الجدي حتى يوم 11-2 سعيد بنسبة 15% الزهرة في الدلو حتى يوم 27-1 منتحس الآن بنسبة 50% في ساعات الصباح بصير منتحس بنسبة 25% المريخ في الجوزة حتى يوم 25-3 سعيد بنسبة 30% المشتري في الحمل حتى يوم 16-5 سعيد بنسبة 15% زحل في الدلو حتى يوم 7-3 سعيد بنسبة 15% وأورانوس في الثورة بيتراجع حتى يوم 22-1 منتحس بنسبة 10% نبتن في الحوت حتى يوم 36 سعيد بنسبة 15% وبلوتو في الجدي حتى يوم 23-3 سعيد بنسبة 15% أوصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعا اليوم هذا يعتبر يوم مناسب للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل واللي بيعملوا بينجحوا بالدفع بمصالحهم وبيحافظوا على إنجازاتهم القائمة أهم مش إنك تهدي من روعك وما تنفعل اتجنب الخلافات أو مخالفة القوانين وإحرص على استقرارك اتجنب الخلافات والمجازفات الشايكة وإحرص على لجمها إذا شعرت ببدايتها أما في ساعة المساء بتلتق الأصدقاء حاولوا تصحيح العلاقات المتردية وما تبقوا وحدين فترى ناشطة وواعدة دراسيا أو مهنيا أو عائليا وبتكثر عندكم الاتصالات والمواعد برج الثور ابتنشطوا في مجال الدراسة والسفر والاتصالات لا سيما لبعيدة وبتشعروا بقوة العاطفة وتجاوب أحباكم معكم ممكن تذهب في رحلة أو تروج العمل أو تحصل على معلومات ما كنت تتوقعها وبكون في نوع من أنواع النجاح والحظ في حياتك العاطفية والعائلية أما في ساعات بعد المساء بينصب اهتمامكم حول عملكم ومصالحكم الاجتماعية أهمش أنك ما ترتج المواقف والتصاريح عشان ما تقع ضحية الفوضى وعدم التنظيم تضغط عليك المسئوليات أو ممكن تواجه أمر صعب ومعقد التزم بالمسئوليات تعتبر هاي فترة واعدة وناجحة برج الجوزة بتعيد وتنظيم أموركم المالية المشتركة والفرصة بتصير متاحة لمكسب مالي بيجي على الأغلب يعني من مستردات أو بنك ضريبة تأمين ولكن بتكتخففوا من النفقات المتصاعدة سارعوا في تهديئة الأجواء لأنها فترة مناسبة للاطلاع على أراء الغير بتتلقى مساعدة أو تعاطف عليك أنك تتحلى بالليونة والتفكير الموضوعي أما في ساعة المساء بتنشطوا في مجال السفر أو الاتصالات وبكون لكم لقاء أو فرصة بتفتح أمامكم أبواب سفر والتسويق والنشر أو الدراسات العليا ورح تفرحوا لانتصار أو لرحلة أو لمشاركة ناجحة اتحرك على مختلف الأصعدة برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان يعتبر هذا يوم مناسب لتعزيز شراكاتكم سواء في مجال العمل أو العاطفة وبوسعكم إتمام خطبة أو زواج أو توقيع عقد تجاري هذه فترة هي إيجابية على هذه النقاط ولكن سلبيتها أن طاغتك ما زالت ضعيفة لأن القمر مقابلك فهي تعتبر فترة ضاغطة وما بينفعك سوى الصبر والمرونة ممكن تتعرض لمضايقات أو خلافات أما في ساعات المساء بتعيد ضبط ميزانيتكم وتقدروا تدخلوا التعديل على نمط حياتكم لا تتماشى مع التقدم وتطور في محيطك في اطمئن بالك وتفرح لتطور وتعتبر هذه فترة جيدة لتصحيح خطأ أو لتكرار محاولة سابقة برج الأسد أنجزوا ما بوسعكم من العمل المتراكم دون المبالغة في ذلك وبرضو بتكن تنتبهوا لغذائكم وراحتكم تكونوا منظمين وتحسنوا إدارة عملكم وتحاذروا من الجدال مع المعاونين وما تهملوا صحتكم حاولوا أنكم ما تأجلوا ولا تماطوا عملكم حتى لو اضطررتم للعمل لساعات إضافية أما في ساعات المسائب ينصب اهتمامكم حول تعزيز شراكاتكم حافظوا على هدوءكم وما ترتجلوا كلام وما توجهوا ملاحظة لأن خصمكم قوي وما بيرحم فتحمل لك هاي الأيام ارتباط مهم فلازم تحافظ على هدوء أعصابك وما تكون عدائي برج العذراء ابتشتد رغبتكم في التقرب من أحباءكم وتعزيز العلاقة معاهم وما بيتخلى الحظ المالي عنكم ابتنفرج أساريرك وبتعيش لحظات سعيدة نسبيا فترة إيجابية ومناسبة لطرح الأبكار والارتباط أهمش أنك ما تهمل الواجبات اتجاه العائلة والأحبة صحيح الأخطاء أما في ساعات المساء تراكم العمل لديكم فلا تهملوا صحتكم ولا تهملوا أعمالكم وحذروا من أي تعب صحي أو جسدي بيمنعكم من أداء واجباتكم اليومية كما يجب ابتظهر اليوم مساء العائلية أو شخصية طارئة أو ممكن تشعر بنوع من أنواع التوتر برج الميزان بوسعكم إدخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم وبتجدوا تعاون من أفراد العائلة وممكن تقلق حول وضع عائلي أو منزلي أو ممكن تظهر بعض المشاكل الشخصية أهمش أنك ما تتهرب من المسئولية تجاه العائلة الأجواء عدائية ومتوترة وحاول أنك تراعي وضعك الصحي أما في ساعات المساء بتشتد رغبتكم في التقرب والتفاهم مع أحباكم وبتفرح لانفراج ملموس وبترتفع فرص النجاح وبتشتد عزيمتك وممكن تقوم بخطوة مباركة أو تتلقى إشارة إيجابية هذه فترة مناسبة لالتقاط أنفاسك بعد العواصف برج العقرب بتنشطوا في مجال السفر والاتصالات ويعتبر هذا يوم مناسب لإجتياز امتحان وبإمكان كنك تعززوا العلاقة مع الإخوة أو الجيران وبتدعمك الحضوض وبتكون جريف التعبير عن رأيك وبتتمتع بسرعة بديهة وخاطر بتلفت النظر الأجواء لطيفة وممكن تحمل لك لقاء عاطفي أو مصالحة أو ورشة عمل لتأهيل قدراتك أما في ساعة المساء بتفضلوا الأجواء البيتية والعائلية لطف الأجواء العائلية الضاغطة لأنها ممكن أنها تطير اضطرابك أو امتحاضك فما تخالف القوانين واحترم المواعيد والالتزامات المهنية واهتم بعائلتك برج القوس تم فرصة لمكسب مالي بيجي على الأغلب من عمل إضافي مع هيك بتكونوا حذرين من النفقات امتنعوا عن المشتريات الغير ضرورية وممكن تهتموا بتوظيف أموالكم ولكن بتكونوا عاقلين في صرف الأموال ممكن تهتموا لمناقش الدعم مالي أو قرض أو تفكروا في بعض الاستثمارات والتوظيفات تعتبر هاي فترة إيجابية ممكن تحقق خلالها ربح أما في ساعة المساء بتكثر عندكم الاتصالات والتنقلات وتعتبر هاي فترة مهمة للتواصل مع المجتمع ولإسماع صوتك وللنقاش والحوار وممكن تقوم برحلة عمل أهم شيء إنك اليوم تتحرك وممكن اليوم تتحرك بفعالية كبيرة أو تقوم باتصالات واسعة تسفر عن اتفاق ومصالحة برج الجدي ثقتكم بأنفسكم كبيرة وبعمكم النشاط وبإمكانكم كتبادروا لخطوة جديدة الدعم من مكانتكم الاجتماعية اليوم بيحملكم انفراج وتقدم ملموس بعد مراوحة وركود عليكم التحلي بالحكمة والواقعية الأمور وبتشتد عزيمتكم وبترتفع المعنويات وبتستعيد سيطرتك وممكن تحقق نجاح باهر أما في ساعات المساء بتعيد تنظيم ميزانيتكم وما أهم مش إنك ما تغامر بأموالك هاي فترة حذرة ماليا ومعنويا فما تتسرع باتخاذ قرارات حاسمة انت بحاجة لكل التعاطف والتضامن برج الدلو يوم آخر بيتطلب منكم الانتباه بشكل جيد لصحتكم من الآن لغاية ساعات المساء وعدم المبالغة في إنجاز ما لديكم من عمل متراكم ابتهدى وطيرتك لحد الركود وممكن تلغي مشاريعك أو تعاني من تراجع معنوي أو صحي فما تحسم أمر لأنها فترة سلبية ومخيبة للآمال وممكن تندم على أي خطوة بتكون فيها أما في ساعات المساء هنا بتستعيد نشاطك وحيويتك وبتستعيد حماستك وعزيمتك وبتمارس جاذبية لا تضاها للبدء بمشروع أو خطة جديدة بتمتلك طاقة كافية للانطلاق بمشروع جديد أو لحسم أمر حالق اليوم في إلى خبر سار برج الحوت بوسعكم تعزيز صداقاتكم ومنكم أشخاص اليوم ممكن يحققوا أمني بمساعدة صديق ومنكم أشخاص ممكن يشاركوا في مناسبة سعيدة بتتسع الآفاق وبتحتفل بنجاح أو تطور علاقة وممكن يتعزز شعبيتك وتحصد أرباح بتحرى بتفرح لوقوف أحد الأصدقاء أو الأقارب لجانبك وبتخف الضغوط وبيطمئن بالك أما في ساعات اللي هي المساء بتدخل فترة غير مريحة بتلزمكم الانتباه أكثر لصحتكم لأن القمر رح يوصل لبيت المتاعب فبتكوا تتجنبوا اتخاذ قرارات حاسمة ومهمة لأنها فترة فارغة وفاشلة فبتكوا تحذروا الأفكار السودة والمعنويات المنخفضة وممكن تخيب آمالك أو تتأخر أعمالك هيك بنكون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء